صديقة الدكتور عبد الرجاقiell بن عبد البدر معنا مداخلا من المدينة النبوية تفضل شيف عبد الرجاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياتي الله سيخ صالح كيف هالك الله يحفظك بارك هيك كيف هال الوالد الوالد بخير ويسلم عليك الله يسلم الجميع حياتي الله قد الله إل Farah п以 Allah الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فمن المعلوم أن الحد فرسة عظيمة ومناسبة كريمة للقاء بأهل العلم والاستفادة منهم قرأت في سير علام النبلة في ترجمة أبي جعقر محمد بن علي الباقر يقول إنه ليزيدني في الحد رغبة لقاء عمر بن فينار فإنه يحبنا ويفيدنا وقرأت تعليق أيضا للدهج رحمه الله يقول لقد كان خلقه من طلبة الحديثة تكلفون الحج والمحرك لهم لقاء سفيان بن علينا وغيره من أئمة أهل العلم فبهذه المناسبة الكريمة ونحن استقبل حج بيت الله الحرام فنفته من شئسنا ونحن الآن كما علمت من الأخوان في مسارة نهاية هذا البرنامج إلى همية الاحترام أهل العلم والسلة بهم والأخذ عنهم وعدم الاشتياف عليهم والحرص على الفتوى على المحفقين منهم وإن الله يدل على لشيخنا أن ينفع بعظومه وأن يثيبه على جهوده وأن يحسن إليه إنه سميع مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما أشرتم إليه إن أن الحج فرصة للانفقى بأهل العلم نعم هو كذلك هو فرصة للانفقى بأهل العلم من مشارق الأرض ومغاربها وهذا من منافع الحج كما قال الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم فمن أعظم منافع الحج الانفقى بأهل العلم والاستفادة من علمهم وفضلهم ومحبتهم والارتباق بهم فقد يكون أحدهم في المشرق وأحدهم في المغرب أو الناس من شوق إلى رؤيته فيأتي إلى الحج وهم يأتون للحج يجب أن نرون تهل من العلم تواهي درس